اختتمت فعليات المعرض الرياضي الدولي سبورتس إكسبو 2023 وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وضم المعرض مجموعة من الأجنيحة المتنوعة التي عرضت إسهامات مختلف المؤسسات الاستثمارية في مجال صناعة الرياضة بوجود عدد كبير من الهيئات والاتحادات الرياضية وأكبر النوادي والأكاديميات الرياضية ومجموعة من مطور المنتجعات والوكلاء والمستوردين والمصدرين في القطاع الرياضي وتسويق الحقوق الرياضية وإدارة المشروعات والملاعب الرياضية جمع تنوعة المعرضات بين عرض الأجهزة الرياضية ومستلزمات الملاعب وغيرها من مستلزمات الرياضات المختلفة نحن نشتغل في أجهزة حديثة جداً بصادم للنوادي والجمعات في المجالات الرياضية والمشروعات والاستداد المعرض أول مرة يتعامل في مصر ودي حاجة كويسة جداً 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 يبقى عندنا معرض رياضي في مصر في التوقيت اللي احنا وجدين فيه دلوقتي ده وده أساساً يعني بغرض أنه أولاً طلاق الشركات دي كلها مع بعضها دي حاجة كويسة جداً جداً فرصة تسويقية فعلاً كويسة وإن شاء الله تجربة نجحة وإن شاء الله نشارك في معرض أحسن وأكبر وأضخم إن شاء الله مشاركين في أول معرض لسبورت أكسبو وأنا من وجهة نظري يعني هو من أنجح الأحداث الرياضية اللي حصلت السنة دي هو جمعنا بناس كتير جداً سواء كان أندية أو شركات في مكان واحد ده سهل علينا وصول والتفاوض مع ناس كتير جداً إحنا وبقية الاتحدات حاجة تسعيدنا لإن هي أي حاجة بتفيدنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فأتمنى بداية موفقة وبإذن الله اللي جاي بقى أحسن بإذن الله هدفنا في المعرض هنا إن إحنا نعرف الناس إيه هي لعبة الجولف الملاعب اللي منتشر فيها اللعبة على مستوى مصر أعدادهم كام فين الملاعب دي إزاي أقدر أن أنا أمارس اللعبة إيه المطلوب مني عشان أقدر أن أنا أكون لعب كويس أقدر أمثل مصر في أي بطولة خارجية من خلال معرض إكسبو القام ده قدرنا نعمل براند آوير ناس للناس ونقدم لهم إنهما يقدروا يركبوا المتسك يقدروا يلفوا بيه مصر كلها نقدر نستقدر فئة جديدة من السياح من دول مختلفة من العالم المعرض حلوة جدا إن فيه فكرة كل جمعية الألعاب اللي رياضية وإنه مثلا بيبقى صعبة على البنت بيقفل على المجتمعات الشرقية مثلا ما بيبقاش فيه إن البنت تمارس الألعاب دي فهو معرض فكرته حلوة أعتح لي فرصة التجربة بحيس إن أنا أقدر أقابل ما بين الأماكن المختلفة لما أجي بعد كده هروح مكان هكون عارف أنا رايح فين بالضبط بيقدم لي إيه وهاخد منه اللي أنا عايز ولا ده بصراحة أنا جاي من إسكندرية والمعرض يعني ما شاء الله وحاجة تفرح كده وفخر المصر يعني كده بسم الله ما شاء الله وانصح الناس النتيجة يعني بسم الله ما شاء الله المعرض جميل شكرا